السلام عليكم تاني بالله عليكم اولياء الامور اللي بيقاعدوا اولادهم في الكرسل قدماني وبيحطوا رجليهم في قلب الطابلون خد بالك وخد بالك يا استاذ اللي انت بتعمله ده خطر كبير على ابنك انت كده هتعرضوا لخطر لو انفجار الارباك هيكسر رجليل الاتنين اكتر من مرة بكون ماشي في الشارع وبشوف ناس عاملا بلادها وقاعدين بالوضع ده بفتح الشباك وبعد انبه فيهم وبيرجعوهم على الموقف ده رجاء خد بالك وتفرج على الفيديو وشوفه شوف الوصف اللي موجود في ايه من خطر ان الارباك لو ضرب بالوضعية دي هيكسر رجليل الاتنين قضيت على حياته وعلى مستقبله ويفضل قاعد في البيت طوله العمر عشان خاطر خطأ ملوش اي لازمة انه يتعمل خدوا بالكم من الموضوع ده بلاش طفل يقعد او شاب يقعد حاطة رجليه او واحد كبير حاطة رجليه في الطابلو هي مش ميزة ومش حاجة حلوة ان انت تقعد القعدة دي خالص نهائي ولا فيها اي نوع من انواع الرفاهية ان انت تقعدها انت بتعرض حياتك للخطر وانت مش داري رجاء محدش يقعد اولاده ولا بناته ولا اي حد سيواء كبير او صغير بالوضعية دي هتبوز رجليك وهتفرتك الحوض بتاع رجليك رجاء التزمو شكرا جزيلا